ما بعد الرابع من تشرين الثاني ليس كما قبله مرحلة جديدة دخلها لبنان مع اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته وفق الدستور ليس هناك من قانون واضح حول الطريقة التي تقدم فيها الاستقالة فقد درجت العادة ان يتقدم رئيس الحكومة بكتاب خطي لرئيس الجمهورية نحن امام حالي غير معروضة سابقا على العلم الدستوري هذا حق شخصي لكل رئيس حكومة ان يستقيل او لا رئيس الجمهورية قبول الاستقالة شكلا بتم بعدين بعد فترة طويلة بالنهار ذاته والمرسوم اللي يسبق مباشرة مرسوم التشكيل بيصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة ساعتها بده يروع على استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد بده كمان مجلس نواب يعتبر حسب الدستور في انعقاد حكمي اسئلة دستورية كثيرة تفرض نفسها ماذا بعد الاستقالة؟ كل الالتزامات اللي كان لبنان اخدها محليا او خارجيا واقر مجلس وزراء واذا في حاجة اقر مجلس نواب هي بتستمر بس انه اليوم الحكومة ترجع تعمل اي التزام جديد بمعنى انه تلتزم ماليا تحديدا هذا لم يعد ممكن اليوم دور رئيس جمهورية كتير كبير انه يتعاطى بالموضوع مثل ما بنقول بالدارج بميزان جوهرجي لانه بده يقيس الاشياء بما يحمي لبنان ملفات اساسية كانت مدرجة على جدوى لأعمال الحكومة منها السياسي ومنها الانمائي ولعل ابرزها ملف الانتخابات النيابية بالمبدأ ودستوريا لا يمكن تصور حكومة تصريف اعمال لا تجري انتخابات لا الانتخابات امور ملحى بس بالسياسي هل تستطيع حكومة هي بحالة تصريف الأعمال بالمعنى السياسي مش بالمعنى الدستوري يعني ما عم تجتمع يعني عندها انقسام يمكن بمكوناتها لانه في مكون منها اساسي مش بس رئيس الحكومة فريقه السياسي كمان وربما حلفائه هني بمطرح تاني هل تستطيع ان ترجع انتخابات نيابية قبل التسعين يوم الاخيرة بعتقد فيه امل بانقاذ الاستحقاق الانتخابي وإلا بتكون الانتخابات واحدة من الاتمان يلي عم بيتفاعل لبنان نتيجة التأزم الحاصل ومع مفاجأة الرئيس الحريري تبقى العيون شخصة الى ما ستحمله الايام المقبلة